وفي الشرق الأوسط أيضا موسكو دبابات الغرب لن تؤثر على نتيجة الحرب أكدت موسكو الإثمين أن تزويد أوكرانيا بمدرعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي لن يغير نتيجة الحرب ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف للصحافة لا يمكن لعمليات تسليم المدرعات والأسلحة تغيير أي شيء ولن تغير شيئا لن تفلح عمليات التسليم سوى في إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تعهدات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بتسليم أوكرانيا ناقلة جند مدرعة ميدانيا أكدت كييف أمس الاثنين أنها تعزز قواتها في منطقة دومباس بشرقي البلاد وتصد الهجمات التي تشنها مجموعة فاغنر على باخموت وبلدات أخرى هناك أوضحت السلطات الأخرى أن التعزيزات أرسلت إلى سويليدار وهي بلدة صغيرة بالقرب من باخموت حيث الوضع غاية في الصعوبة وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا السيطرة على بلدة باخموت تيسك قرب سويليدار شمال شرقي باخموت ترجمة نانسي قنقر